النهاردة في الفيديو أعزائي هنتكلم عن القوائم المبدئية لمرشحي مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر قبل ما نتكلم عن القوائم المبدئية للمرشحين هنتكلم عن ما هو صندوق حماية المستثمر فصندوق حماية المستثمر هو كيان قانوني خاص أنشئ بغرض تعويض المضاربين نتيجة ممارسات شركات الأوراق المالية لأنشطاتها نرخص لها بها من الهيئة العامة للرقابة المالية للتعامل في أسواق الأوراق المالية طبعا واضح أن هنا تعويض المضاربين في أسواق الأوراق المالية اللي هي البرصة تعالوا نشوف بقى قائم الترشحات فناخد الخبر من أول وكده الخبر جاي في الوطن الإلكترونية وكلام دوت يوم 6 مايو 2021 فبيقول أن أعلنت اللجنة المشكلة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الخمس عن القوام البدائية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من مقاطر غير التجارية في الفترة أو من الفترة من 2021 وحتى 2021 وحتى 2024 بتضم القوام خمس مرشحين عن شركات السمسرة في الأوراق المالية ومرشحين ومرشحين عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من غير الشركات السمسرة ومرشح واحد عن الشركات المقايدة في البورس أعلنت اللجنة المشكلة من قرار الرئيس هيئة الرقابة المالية لكم 589 لعام 2021 عن القابة المالية وتتضمن أولا قائمة شركات السمسرة القائمة الأولى تضم شركات السمسرة وهكالتالي على اختweh شركة بريمير لي Voilà المرشعة مسام حامل محملا준 شومان العفة مضم يمثلها المرشعة ياسمين ادور نيز particularly رئيس مجلس الاضهارة. شركة الفاتحة تلاوي ال表 البرام يمثلها المرشعة المحمدقى رئيس المجلس الاضهارة ل stimulus. شركة نيوب India يمثلها علي كريم علي شركة Pavlov nonprofit تلاوي الاوراء في المالية. هدايو ممثلها العبداللاطيف يوسف نائب رئيس مجلس الاضهارة. وثم آآ آآ ثانيا قائمة شركات الأوراق المالية اللي هي بتضم شركات العاملة في مجال أوراق المالية من غير شركة سمسرة وتشمل شركة مصر لإستثمارات المالية مسلها زينب خليل اسحاء العظم المتلب شركة حول القابلة للإستثمارات المالية مسلها رانا أحمد محمود خضر العظم المتلب وثم أخيرا القائمة التالتة تضم اللي هي شركات المقايدة في لها أوراق أوراق مالية في البورصة بتعمل يعني لها أسهمية ممثلة في مرشح واحد وهو البنك المصر لتنمية السجدات ونفسره ميرفل سوهدي السيد سلطان رئيس مجلس السجدات وكان صندوق حمد المستثمار قد أعلن الحد الماضي الحد الماضي احنا بتكلم لهارضة يوم ستة مايو يعني بتكلم الخميس ستة مايو فكان أعلن الحد الماضي عن الترشح فتح باب الترشح لما سأل شركات العاملة في مجال أوراق المالية وشركة مقادلة لها أوراق أو أدوات مالية في البورصة أو مجلس آآ لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة اعمل شير اعمل لايك اكتب كومانت ضريف من تحكم شكرا للاستمعكم